استكمالاً لأثر تغيير استراتيجية الإدارة على نقطة التعادل ناخد الشكل الثاني الشكل الثاني لعلاقة حجم التعادل بقول التعادل بالكمية أو بالحجم بيساوي التكاليف الثبتة مقسومة على سعر بيع الوحدة ناقص التكلفة المتغيرة للوحدة سعر بيع الوحدة نعصي التكلفة المتالية الوحدة اللي كان في الشكلس الأول السابق كنا مختصرينهم في هامش المساهمة للوحدة نشوف أثر التغيير هنا مع سعر بيع الوحدة سيلاحظ من العلاقة السابقة أن زيادة سعر بيع الوحدة تؤدي إلى انخفاض نقطة التعادل السهم اللي بالأحمر ده زيادة سعر بيع الوحدة تؤدي إلى انخفاض نقطة التعادل ونقص سعر بيع الوحدة سعر بيع الوحدة لما يحصلوا نقص إيه اللي يحصل ارتفاع لنقطة التعادل ارتفاع لنقطة التعادل يبقى العلاقة هنا أيضا علاقة ايه عكسية يبقى معنى ذلك ايه ان سعر بيع الوحدة كل ما يزيد كل ما ينخفض التعادل سعر بيع الوحدة كل ما ينقص ترتفع نقطة التعادل ارجع تاني للعلاقة التعادل بالكمية او الحجم لو بيساوي التكليف السابقة مقسومة على سعر بيع الوحدة ناقص التكلفة المتغيرة للوحدة مراد تركزنا يكون على التكلفة المتغيرة للوحدة تكلفة المتغيرة للوحدة حيلاحظ من العلاقة السابقة ان زيادة التكلفة المتغيرة للوحدة لما تزيد حصل لها زيادة ايه اللي يحصل حتؤدي الى ارتفاع ارتفاع نقطة التعادل يبا زيادة التكلفة المتغيرة للوحدة تؤدي الى ارتفاع نقطة التعادل ونقص التكلفة المتغيرة للوحدة لما تنقص ايه اللي يحصل هيحصل انخفاض في نقطة التعادل انخفاض في نقطة التعادل اذا العلاقة هنا علاقة ايه علاقة ترضية يبا العلاقة مبين التكلفة المتغيرة للوحدة ونقطة التعادل هنا علاقة ايه ترضية بمعنى لو التكلفة المتغيرة زادت التكلفة المتغيرة للوحدة زادت حتزيد نقطة التعادل لو التكلفة المطالية الوحدة نقصت حينقص أو تنخفض نقطة التعادل